السلام عليكم متابعي دراما سبورت ابراهيم عالمة أحد أفضل الحراس اللي مروا بتاريخ الكرة السورية بآخر عشرين عام على الأقل خرج عن صمته وعم بيحكي بتسجيل صوتي انتشر أو شفته بصراحة بعت لي رابط الفيديو على قناة اسم الكرة الزهبية رابط الفيديو موجود بالوصف بتمنى يعني تشوف التسجيل الصوتي وتسمع شو حكى ابراهيم عالمة بالتفصيل الممل وتشترك بالقناة بقناة الكرة الزهبية وتدعمه أخونا السوري لكن قبل ما تروح لقناة الكرة الزهبية اسمع رأيي الشخصي بتصريحات ابراهيم عالمة والتسجيل الصوتي اللي حكى عن سبب عدم استدعاءه للمنتخب السوري وعن الضغط الجماهيري لعدم استدعاء ابراهيم عالمة للمنتخب السوري وبأن الاتحاد السوري لكرة القدم خائف من وسائل التواصل الاجتماعي وبذلك لم يبرر أو لم يضع اسم ابراهيم عالمة بلاقامة المنتخب ولا حتى بالتوضيح بأن ليش ابراهيم عالمة ما لعب مع المنتخب وكأن الأمور بده توضيح أكتر من الشي اللي عم بنشوفه على كل حال قبل ما نفوض بالتفاصيل بتمنى إذا عجبك الفيديو تعمل اشتراك بالقناة تفعل زر الجرس ولا تبخل علينا باللايك يلا على التفاصيل شوف يا صديق العزيز ابراهيم عالمة حكى عدة نقاط وبصراحة يعني عدة نقاط أنا متفق معه فيها وعدة نقاط أنا مستغرب من الحديث اللي عم بيحكيه لأن في نوع من التناقض بهذا الحديث لكن خلونا نحكي عن كل نقطة وبالتفصيل الممل أو رح حاول سرع من التفصيل المملة حتى نعملوا تفصيل بسيط وسهل أول نقطة حكاها ابراهيم عالمة بالتسجيل الصوتي بأن القرار بعدم استدعاءه للمنتخب نتيجة عدم التعاقد مع نادي أي أن ابراهيم عالمة ما نمسجل بأي نادي بالوقت الحالي فعدم استدعاءه للمنتخب نتيجة هذا الشي وأن هذا القرار عادل أي أن ابراهيم عالمة متفق مع اتحاد كرة القدم ومع الكابتن حسام السيد بأن عدم استدعاءه للمنتخب قرار عادل وهون أنت عيني أكيد طالما ما عم تلعب بأي نادي فالمنطق بيقول بأن الحارس اللي بيلعب مع نادي أو الحارس الأجهز أو الحارس الموجود بنادي معين ومستقر لازم يلعب مع المنتخب وطالما في قانون بهذا الشي وانت ذكرت وانت حكيت وقلت بأن ما في لعب من دون نادي لازم يلعب مع المنتخب والقرار عادل فإذا أنت متفق حول هذا الموضوع وبتعرف بهذا الشي أي أن لا تحتاج إلى توضيح لا من اتحاد كرة القدم ولا من وسائل التواصل الاجتماعي ولا من الكابتن حسام السيد ولا من اتحاد كرة القدم ولا من أي شخص كان أنت بتعرف في قانون طالما ما عم تلعب بنادي فإذا لن يتم استدعاءك للمنتخب مين ما كان الاسم وهون يا شباب منروح للنقطة التانية سبب زعل إبراهيم عالمي كونه بيعرف بأن هو ما عم بيلعب مع نادي وما تم استدعاءه لهذا السبب لكن هو زعلان لأن اتحاد كرة القدم ما وضح بالبيان اللي نشره حول قائمة المنتخب اسم إبراهيم عالمي وسبب عدم استدعاءه للمنتخب يعني لازم توضح للجمهور سبب عدم استدعاء إبراهيم عالمي إلى قائمة المنتخب فبالتالي الزعل الأكبر للحارس من اتحاد كرة القدم بأن أنا ليش اسمي ما نذكر ليش اسم محمد حلاء نذكر ليش اسم سيمون أمين نذكر بسبب عدم الاستدعاء وليش اسمي ما نذكر ليش ما وضحته بأن إبراهيم عالمي حاليا ما عم بيلعب مع نادي فبالتالي لم يتم استدعاءه للمنتخب لحتى تتفادى موضوع القصص والأقاويل والأخبار اللي بتحكي عن سبب عدم استدعاء إبراهيم عالمي وأنا هون رح أشرحها بكل سهولة وبساطة للكبتن إبراهيم عالمي إذا ما ما نفهمان سبب عدم نشر اسمه أو توضيح سبب عدم استدعاءه للمنتخب يعني أنا لما ذكرت قائمة المنتخب قلت من دون توضيح اتحاد كرة القدم ومن دون بيان اتحاد كرة القدم من سبب عدم استدعاء إبراهيم عالمي وأوليفر كاسكاو لأسباب فنية ولما حدا بيسألني ليش ما تم استدعاء ملهم بابولي بقوله بكل سهولة لأسباب فنية لأن طالما ما نذكر اسمك فأكيد لسبب فني أما ليش نذكر اسم سيمون أمين ومحمد حلاء لأن هذا السبب ما نسبب فني أي أن محمد حلاء وسيمون أمين ضمن خيارات الكابتن حسام السيد يعني تم استدعاءهم تم التواصل معهم لحتى ينضموا للمنتخب محمد حلاء عنده نادي لكن متعرض للإصابة وعامل عملية فبالتالي لازم يوضح لك بأن محمد حلاء ضمن خياراته بالقائمة لكن لم يتم استدعاءه بسبب ظرف العملية الجراحية اللي عملها سيمون أمين نفس الأمر هو ضمن خيارات حسام السيد لكن لم يتم استدعاءه بسبب اعتزار اللعب أو لم يتواجد بالقائمة بسبب اعتزار اللعب لنشغاله بالفترة الحالية مع النادي فبالتالي سيمون أمين ومحمد حلاء انذكر اسمهم لإنضمن خيارات المدرب أي لعب لم يذكر اسمه فهو لسبب فني الأمر منطقي جدا يعني إذا ما نذكر اسمك فما نذكر اسم أحمد الصالح ما نذكر اسم علاء الشبلي ما نذكر اسم ذاكي أنت بدك تذكر كل اسماء اللاعبين بسوريا وحتى حتى إذا بنا نحكي عن اللاعب الكبار بسوريا في عدد من الأسماء ما نذكرت اسماؤن يعني إذا ما نذكر هذا الاسم فهو أكيد لسبب فني يعني ما فينا نقول ليش ما تم توضيح سبب عدم استدعاء أحمد الصالح هو أحد كباتنت المنتخب وأحد أبرز اللاعبين بالمنتخب خلال آخر عشرين عام ولاعب مميز ولاعب منعرفه لكن ليش ما نذكر اسم أحمد الصالح لأن لسبب فني ولي باركسكاو نفس الأمر ملهم بابولي نفس الأمر يعني في كتير بالتعليقات عم يسألوني في هذا اللاعب الفلاني ليش ما ما تم توضيح أو ليش ما نحكي عن سبب عدم استدعاء للمنتخب أو ليش ما أجل المنتخب سبب فني خلاص طالما ما نذكر اسمه طالما ما نضم الخيارات المدرب فإذا المدرب ما نمقتنع فيه بالوقت الحالي لو كان ضمن خيارات المدرب ولسبب آخر غير السبب الفني فرح يتم ذكر اسمه يعني الأمور بسيطة جدا وسهلة بسيطة لهالسبب الكابتن إبراهيم عالمي بيعرفهن من القرار عادل وأنا ماني موجود بأي نادي ليش ما نحكي اسمي مع محمد حلاو سيمون أمين يعني الأمر غير مفهوم بالنسبة للكابتن إبراهيم عالمي بالنسبة لنا مفهوم جدا وبسيط جدا يعني ضمن قائمة المنتخب لما نحكي أنا بالتحديد حكيت عن إبراهيم عالمي سرح تسأل عن هذا اللعب وعن هذا اللعب حكيت لأسباب فنية من دون شرح لا من الكابتن حسام السيد ولا من اللي كتب البيان بصفحة اتحاد كرة القدم ولا من الأستاذ صلاح رمضان ولا من أي شخص كان خلص الأمور واضحة وبسيطة وهون يعني منروح لنقطة أخرى يعني الكابتن إبراهيم عالمي قال بإنمان وأنا لعب سابق بالمنتخب وقالي سنوات عم بلعب مع المنتخب فكان لازم يكون فيه توضيح بالنسبة لإسمي عدا عن بقية الأسماء واللاعبين ممكن يعني أنا بقول يعني ممكن لازم كان يتم التواصل مع إبراهيم عالمي مع أحمد الصالح مع بعض اللاعبين اللي قالوا سنوات مع المنتخب من خلال المدرب من خلال مساعد المدرب لأن احنا بصراحة بسوريا وللأسف الشديد ورح أحكي هاي النقطة دفاعا عن اللاعبين ما لازم دائما نكون ضد اللاعبين بصراحة بسوريا مننسى بسرعة يعني قد ما قدم اللاعبة وقد ما قدم الشخص للكرة السورية للرياضة السورية بشكل عام مننسى بسرعة منفرح بشكل سريع ومنتفائل بشكل سريع ومنحب اللاعب بشكل سريع بنفس الوقت إذا ما عجبنا فمننسى مننسى شو ما قدم أنا هون ما عم طالب الجمهور بدعوة إبراهيم عالمة أو المطالبة بإبراهيم عالمة لقائمة المنتخب أو بالمطالبة بأحمد الصالح لقائمة المنتخب أو أي لاعب آخر من الكبارية بالمنتخب إذا فينا نقول بس على الأقل كان لازم يكون فيه تواصل مو من اتحاد كرة القدم اتحاد كرة القدم أساسا ما لازم يتواصل مع اللاعبين يا كبتن إبراهيم يعني أساسا ما لازم يتواصل بس يعني مساعد المدرب الكبتن طارق جبان أو المدرب بشكل عام يتواصلوا مع هاللاعبين كمان ويخكوا مع اللاعبين بأن نحنا ممكن نشوف إذا إذا لعبت الموسم القادم بشكل أفضل أو إذا كنت جاهز بدنيا ممكن تكون ضمن الخيارات في لعبة لازم تعطيهم استثناءات نعم هذا الموضوع لازم يكون موجود لعب مثل عمر السومة لعب مثل عمر خريبين مثل محمود المواس حتى حاليا إذا فينا نقول أياز عثمان أحمد الصالح إبراهيم عالمة مؤيد العجان وساما أومري هاللعب لعبوا مع المنتخب عدة سنوات خلال آخر عشر سنوات على الأقل فبالتالي لازم تتعامل مع هاللعبين بشوية يعني نوع من من التذكر بأن أدموا شيء للمنتخب يعني أنا شخصيا لو كنت مدرب للمنتخب أكيد ما كنت رح أستدعي إبراهيم عالمة يعني هذا الشيء مفروغ منه لكن كنت رح أتواصل مع إبراهيم عالمة ورح أتواصل مع أحمد الصالح ورح أتواصل مع هاللعبين أنا حابب أن يشوفك الموسم القادم بشكل أفضل بطريقة أفضل لحتى نستدعيك للمنتخب لحتى تتواجد مع المنتخب لحتى الجمهور يصير يطالب فيك الجمهور رح يطالب فيك ومن روح للنقطة الأخيرة وبين وسائل التواصل الاجتماعي عم بتأثر على اتحاد كرة القدم خد مني كابتن إبراهيم صدقا يعني أنت عايش سبحان الله أغلب لعيبتنا بسوريا للأسف الشديد بمجرد ما تم استدعاء للمنتخب أو ما تواجد بقائمة المنتخب بتلاقي اليوم الثاني نشر منشور أو بوست آخ منك يا زمن وغدرك يا زمن يعني ارحمنا معن بحكي عن إبراهيم عالمة عن كل لعيبة الدور السوري بشكل عام لأن بصراحة يعني الوضع بسوريا هيك شايفو رايح بهذا الاتجاه من أي شخص ما عم بيلاقي اسمه بالمنتخب حاسس حاله مظلوم الموضوع معنو هيك بصراحة لأن لا وسائل التواصل الاجتماعي إلى مونة على اتحاد كرة القدم ولا على اللجنة السابقة ولا على الاتحادات السابقة لو في مونة على الاتحادات ما كنت راح تشوف منتخبنا عم بيطلع من التصفيات ولا كنت راح تشوف منتخبنا بهذا الضعف وبهذا السوء ما عم بيسمعوا لحدا يعني وسائل التواصل الاجتماعي إذا أنت بتعتبره ضغط انسى الكابتن إبراهيم يعني بسوريا معنى ضغط إطلاقا لا مني وجر يعني عم بحكي لك إياه وبيقول صراحة نحن عم نحكي من ألمنا من الحزن من الشي اللي عم بيشوفه لكن كضغط إطلاقا ما حدا بيسمع وليش عم بحكي لك إياها لأن أنت أو عدد كبير من الناس مفكرين بين وسائل التواصل الاجتماعي عم بيغيروا شي لا أطلاقا بسوريا حصرا ما عم بيغيروا شي وهون يعني أنا بتمنى من أي لعب حاسس من وسائل التواصل الاجتماعي عم بيضغطوا عليه لا تنشر بوسائل التواصل الاجتماعي خليك بعيد عن وسائل التواصل الاجتماعي مشكلة لعبتنا موجودين 24 ساعة بوسائل التواصل الاجتماعي ومزعوجين من وسائل التواصل الاجتماعي يعني اختاروا انتم حابين هالوسيلة او لا الشغلة التانية والمهمة بان وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام كانت اذا ترجع للفيديوهات السابقة سواء بالقنوات اليوتيوب او بصفحات الفيسبوك او بصفحات الانستجرام الكل كان عم يتغنى بابراهيم عالميل ان كان مستواك مميز حاليا كيف بدك الناس تتغنى فيك وتتذكر التصديات بعد تصفيات سيئة تصفيات سيئة منك كحارس مرمى على الاقل فبالتالي موضوع وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بالنتاج اليوم بدورة الاردن وحكيتها مع عدة اصدقاء بدورة الاردن قدم نتاج رح تلاقي اليوم التاني الكل بيحلف برأس الكابتن حسام السيد رح يصير مورينيو سوريا يخسر الكابتن حسام السيد مني وجر اسوأ مدرر بتاريخ الكرة السورية هاي هي كرة القدم على كل حال الكابتن ابراهيم عالمي اي لاعب اخر بيئة المنتخب ما في مكان شاغر لاي لاعب باستثناء لاعبين او ثلاثة لان الى الان بالتوب ليفل يعني لما بحكي لك عن عمر السومة بالتوب ليفل كمستوى بعمر خريبين كمستوى بالتوب ليفل محمود المواس بالتوب ليفل الموسم الماضي حقق هداف الدوري العراقي وفاز بالدوري العراقي ما فيني يقول ليش محمود المواس موجود بقائمة المنتخب اذا مبارتين ثلاثة ما قدم مستوى جيد لان خلاص هو بالتوب ليفل واصل لمستوى انه لازم يكون موجود بالقائمة ما فينا نحكي عن اياز عثمان ليش موجود بالقائمة لانه موجود بالتوب ليفل عامل نتائج وعامل احصائيات يعني انت كحارس مرمى كل موسم عم نلاقيك بي بي نادي يعني حاكيها بفيديو السابق ما بدي يعيد بنفس الكلام بس كابتن ابراهيم يعني المشكلة تتعلق فيك وليس تبيه وسائل التواصل الاجتماعي تحسن لعب مع نادي كنت بتمنى تستمر مع نادي جبلة لموسمين لثلاثة تعمل شي مع نادي جبلة تحقق ارقام جيدة بعدها بتلاقي كل الجمهور معك مانو ضدك ما في جمهور ضد او ما في جمهور بيتمنى انه حارس المرمى بمنتخب سوريا ما يكون حارس مميز او حارس جيد نحنا مشكلتنا الاساسية انه سنتين ثلاثة عم بتغير بكل الحراس ومع من لاي حارس يعطينا الامان فمنتمنى تعطونا الامان على الاقل من ناحية الاستقرار والتواجد بالتوب ليبل لان بالوضع الحالي الوضع سيء جدا على الاقل بمركز حراسة المرمى على كل حال بتمنى اعجبكم الفيديو وتكونوا بصحة وخير وسلامة